دي ممكن تستحمله دي فأنت ممكن حد في عائلتك هيستحمل التدخين ده يعني ممكن يكون أصلا باباك يعني باباك كده ولكن انت جسمك مش هيستحمل ده طبعا بالضبط مش لازم عشان فلان ما حصلوش أو أنا مظهرش علي حاجة أنا مش هيظهر لي لا فيه دي اسمها ريسك فاكتور وفيه حاجة اسمها تراكمات يعني مشكلة التدخين ايه دايما بنقول بيزود فرص كذا وفرص كذا مفيش حد بياخد سجارة ويموت في لحظتها أو يحصل له جلطة في لحظتها على حسب بقى ما جسمك هيوصل للخطر في أي سن لي أنا عايز أقول لحياتك أن كل نفس والله بجدر بما هذا المعنى كل نفس بيسد مرة أخرى وبيزود انسداد الرئة وبيحرق في الشرايين وبيكون جلطات وبيكون خلايا سرطانية بس ربنا بيسطرها لحد وقت معين ممكن بقى الشخص بعد كده يقع أنت تتكيت على جسمك فانت حر يعني أنت يعني الجسم بيفضل يدي طبعا ربنا سبحانه وتعالى بس الجسم بيفضل يدي يعني فرص فرص كتير قوي بالضبط بالضبط وعلى فجرة كمان يعني إحنا دلوقتي الجو مش مساعد الأكل مش مساعد الضغوط الحياة مش مساعدة نوعية حتى السجير والشيشة والأنواع ديت واللي عليها فليفرز واللي عليها كذا كل الحاجات دي لا وبنقول لنفسنا وبنقول لنفسنا لا أستيجي فليفر أو اللي هي بنمسكها في قدنا اللي هي الإلكترونية اللي حاجات الإلكترونية والمسخن والمسخن أنا سمعت أن الفليفر اللي فيها هو أصلا بيأذي الرئة أكتر عشان الجليسترين اللي فيه أو حاجة زي كده بالضبط لو حنتكلم عن النقطة دي النكهات كلها بتاعة السجير يعني السجير اللي هي عليها كريز عليها نعناع عليها مش عارف إيه دي وحشة جدا وبتأذي أكتر من اللي معاليهاش إضافات أو طعم معين عارف عايزة أسألك في كمية حاجات رهيبة أنا جاهز أستنى بس مع حاجات يعني الجان أصلا لما باخدهاش على سدر أيوة أيوة وباخدهاش على طول أو لا مع سدر دي أستنى بنفق بس صح طب هل لو أنا خابت الدخان ده حتى لو في الفم ده مع يعني معلومة دي صح ولا غلط من آخر يعني هقول لها حياتك اللي بيدخن سجار أغلب اللي بيدخنه سجار ما بياخدهاش على سدرهم لأنه هو قوي أوي بيمتص كل حاجة من الفم وعندهم احتمالية سرطان الفم مولثة والحطة دي كتيرة جدا وبرضو النيكوتين هيعمل له غلطة لأن النيكوتين بيدايا الشرايين وبيزود ضربات القلب يعني ما فيش حاجة اسمها أنا ما بيخطاش على سدر وانس دخلت الفم انت خدتها على سدر أنا في حاجة مصيبة